المتابعة لتنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى المملكة المغربية الشقيقة جراء الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية تستعد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لإرسال شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في المغرب بهذه المناسبة أوضح الدكتور مصطفى السيد بأن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بدعم من الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تستعد المؤسسة لإرسال شحنة من المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في المملكة المغربية الشقيقة مشيدا بمبادرة صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين للتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل قوة الدفاع لتقديم الدعم والمساعدة اللوجستية اللازمة لتنفيذ التوجيهات السامية والمساهمة في المهمة الإنسانية وأوضح السيد بأن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادته سمو الشيخ ناصر بن حمد سوف تعمل على المساهمة في دعم ضحايا الزلزال ورفع المعاناة عن أسرهم والتخفيف عنهم في هذا المصاب الأليم حسب الخطة المحددة ترجمة نانسي قنقر